موسيقى مساء الخير متابعين أسعد الله وقاتكم بكل الخير بالنسبة للأحوال الجوية هذه الليلة يبقى الطقس باردا في أغلب المناطق بل ويتحول يصبح شديد البرودة في ساعات هذه الليلة مع استمرار نشاط الرياح الجنوبية الشرقية تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت وواضح في أغلب المناطق بالنسبة طبعا لظهور بعض الصحب الغيوم يبقى ذلك موجودا ولكن هذه الصحب الغيوم أغلبها من النوع غير الممطر تجد حارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة عمان فقط خمس درجات مئوية كحد أدنى مع هبوب لرياح النشطة ولكن كما نراحب درجات الهارة الملموسة تقريبا بين صفر إلى درجتين مئويتين بشكل عام والأجواء رطبة بعض الشاي في بعض المرتفعات الجبلية بالنسبة للأحوال الجوية متوقعة غدا يبقى الطقس بشكل عام بارد في أغلب المناطق على فترات مع ظهور بعض الصحب الغيوم والطقس يبقى إجملا باردا في أغلب المناطق بالرغم من استقرار الأجواء وذلك سمة أساسية لتأثير المرتفع الجوي أسابيري المؤثر على المملكة درجات الهارة العظمى اليوم تكون كالتالي والصغرى في ليلة عفوا غدا العظمى والصغرى ليلة الثلاثة على الأربعة تكون كالتالي في إربة 17-8 جراش 13-7 عجلون 14-8 والمفرق 13 إلى 5 درجات هناك تحسن بعض الشيء في درجات حار الصغرى ليست هذه الليلة إنما الليلة التي تليها القادمة في العاصمة عمان والمناطق الوسطى من المملكة تكون في عمان 12-6 بلقاء 15-10 مأدبة 14-6 بلقاء 120-11 درجة مئوية وفي الزرقاء من 13 إلى 5 درجات مئوية المناطق الجنوبية من 12 إلى 4 طفيلة 15 إلى 8 إمعان 13 إلى 2 جبال الشراء 14 إلى 6 درجات مئوية وفي العقبة من 21 إلى 12 درجة مئوية المناطق الشرقية من المملكة نختم بها تكون في رويشد 14-3 في الصفاوي 15-4 وفي الأزرق من 15 إلى 6 درجات مئوية قبل الختام ندعوكم دائما إلى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل هذه الظروف الجوية الباردة دمتم بخير تصبحون على خير إلى اللقاء